هنا منايج رابع وخمسة أو فيها إشكاليات منها يا فندم مثلا إنه هو بخامت المنايج بالنسبة للخطة الزمنية بتاعت الفاصل الدراسة سواء الأول أو التاني طيب فيها مشكلة تانية مثلا يا فندم فيها مشكلة إنه في بعض المفاهيم وهم صلاحات بحكم إنه هي منايجة عالمية لها تلاقي من بيئة مصرية طالبة ما قدرواش يلاقها في بيئة مصرية حيوانات أسماء حيوانات أو نباتات موجودة مثلا في أمريكا فبالتالي من الصعب إن الطالب يشوفها أو يحسها من هنا نشط الصعوبات لكن في كل الأحوال مع تعود المعلمين على شرح هذه المناهج وتمكنهم منها تعود أولاء الأمور مع هذه المناهج وتمكنهم منها حتلاقي العملية دي بقيت عملية طبيعية وأولاء الأمور نفسهم هم حتماسكوا بي على فكرة معظم أولاء الأمور رافدين للمناهج الجديدة من جواهم بيقولون إن هي مناهج ممتازة طيب يعني حتى على مسألة هيبقى فيه مش عارف أنواع من الفصائل الحيوانية ولا النباتية دي موجودة في قرات أخرى وبعيدة أظن مع وجود الانتر... مول إحنا كنا نعمل إيه يعني إحنا يا موريد 75 نحنا كنا غلبة جداً مول إحنا كنا نعمل إيه فكل حاجة بقت موجودة خلاص اسم الحاجة بتتحط بتلاقي مليون صورة ليه ومليون وصف ومليون شرح وتفصيل وتشريح وحاجة عظمة يعني الاشكالية بقى مش في كده بس يوصف مشكلة فيه ان المفهوم الرئيسي طالع منه مفهوم فراية ومفهوم الفراية طالع منه مفهوم فراية تانية فده بيعمل حياة فعلم النفس اسمها العبء المعارفة على الطالب ربنا خلق الطالب ومخ او الانسان بوجه عام بيباليح اسمها ساعة معارفية زي الكباية دي بتسع مقدار معامل المعلومات لو انا زودت في المعلومات المية دي هتطلع بره الكباية هو ده الحاصلة فاندم المفهوم ديك عايزين منها مفهوم الفراية فراية فراية فدا بيشتت وبيعمل عيبة معارفة على الطالب من هنا بيشتكى اولا الامور من كسافة المناهج بالنسبة لي الفترة الزمنية لو الفترة الزمنية طويلة ومتدة على فكرة المناهج دي هتبقى ممتدة ومفيش حد ايشتكى خالص لانه زي ما حاتك لسه اقيل المناهج دي زي المناهج بتاعت بره بالظبط افان وانا الطالب بتاعي ما هواش اقل عقليا في امكانياته وقدراته من الطالب اللي براه بالعكس بالظبط كده بدليل ان احنا اسدزتنا ودكاترتنا وباحثينا اول ما بيسافروا بره بيعلموا تفوق على طول يعني ينور جميل جدا يعني المسألة مرتبطة بالمدة الزمنية بالظبط ده جانب من حل المشكلة او من المشكلة نفسها دي فترة الزمنية وعايز اقول لك وعايز اقول الحركة على الحقيقة عزيزي مصرف في نظرية فعلم الناس كبيرة جدا اسمها نظرية العدوى النفسية اوكي ايه بقى نظرية العدوى النفسية حقول لك مثال بسيط لو حركة روحت اي مصلا مارسة فيها كي جي وانو مثلا وعيات لسه داخلية الفاصل وكده لو طفل واحد عيط هتلاقي كله عيط كله على طول اه حتى وهم مش فاهمين ليه السبب نفس الشي على مساوى الكبار لو وليه امر اشتكى حتى كله اولاقوا اي اشتكوا زيه حتى لو ابنهم ما بيعانيش من نفس المشكلة دي ايه تمام وده اللي موجود مثلا في بعض جروبات اولاق الامور انا مشارك في بعض جروبات اولاق الامور بحكم المتخص بسيشلوه في بعض الامور يا فاندم بلاقي وليه امرو اشتكى من حاجة بلاقي كل اولاق الامور بيشتكوا من نفس الحاجة عدوى بالظبط كده فمن هنا ده بيمثل مظهر المنصات الشكوى لدى اولاية الامور لكن انا هنا لما انا قلق لبني المشكلة ديت انا حصاب عليه انا دوري كوليه امر ما اقولش لبني ان المناج دي صعبة انا كده ما عليش يعني في اللازم بعلمه العجز المتعلم تمام ايه ايه هو العجز المتعلم اللي انا مهما ذاكر لا ده ابويا اللي هو كبير وامي اللي هي كبيرة بيقوله المناج كبيرة وصعبة يبقى انا مش هقدر السوابها يبقى انا ديت الابني مبرر للفشل يعني مبرر للفشل انا اصقبت ليه عشان انت طول السنة بتقولي ان المناج كبيرة فهي المناج كبيرة مش هقدر السوابها انا عايز بقى الاب والام يمرسوا دور اقصر زكاء في العملية ديت ان هما يبقوا مزغ للهدوء داخل البيت داخل الاسرة ان هما يفاهمون المناج دي كويسة المناج دي جميلة وحديسة الطفل هنا حيقتنع بيها وهتقبلها وهيقدم عليها غير كده حعمل مشاكل الابني والنفس في الاخر ترجمة نانسي قنقر